السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرؤية الأشياء الرقبة موجودة بين الرأس والجسم وتسمح بالحركة وتسمح بالحركة أما بالنسبة للكتف يصل الذراع بالجسم ويسمح بالإنثناء أما الكوع موجود في منتصف الذراع أما المعصام يوجد بين الذراع واليد بالحركة الأصابع جزء من اليد ويمكنها أن تتحرك الورك يضم الفخد والساق ويسمح ويسمح بالحركة الركبة تربط بين الفخد و نكتب بين الفخد والساق وتسمح للساق بالإنثناء الكاحل موجود بين الساق والقدم أصابع القدم جزء من القدم ويمكنه أن يتحرك هذه هي الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل إلى الصفحة التي تريها عندنا هنا بعض الحيوانات صيف كيف تتحرك بعض كلمات في المربع عندنا هنا الدب يمشي ويركض ويسبح أما بالنسبة للنصر فهو نكتب أنه يطير أما السمكة فهي تسبح أما الأفعى فهو زاحف والحلزون زاحف والخفاش يطير أما التمساح فهو يمشي ويسبح أما الضفدع يمشي ويسبح الفراشة تطير الفراشة تطير هذه هي الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل إلى هنا صلب خط بين صغير الحيوان والبالغ التابع له طبعا فرخ الطير عندنا دقاقة أبوذ نيبة ضفدع بالغ صغير السلحفاء سلحفاء بالغة يرق فراشة ديسم دب صوص صوص هو الدقاقة أما بالنسبة لطرخ الطير فهو طير بالغ حورية اليعسوب يعسوب هذه هي الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل إلى الصفحة التي تليها عندنا هنا النمو والتغذية والحركة والتكاثر قرر ما إذا كان كل من هذه الأمثلة يندرق ضمن الحركة أو النمو والتكاثر أو التغذية لقد تم إنجاز أول مثال نبتة تنتج البذور عندنا التكاثر طفل يزداد طولا عندنا النمو سمك القرش يأكل السمك عندنا التغذية قرد يتأرجح على الشجرة عندنا الحركة الشجرة تزهر عندنا النمو خفاش يأكل الحشرات عندنا التغذية شجيرة تزداد طولا عندنا النمو هذه هي الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل إلى الصفحة بصمات الأصابع طبعا هنا بصمات الأصابع عندنا حلقات دوامات ومنحنيات هنا هذا الاختبار أو هذا النشاط نقوم به مع طلاب الصف عندنا هنا في هذا الججول أسود العينين بني العينين بعضهم يكتب يسار والبعض يكتب يمين كم تلميذ لديهم عيون سوداء؟ هذا لجميعهم لديهم عيون سوداء 1-2-3-4-5-6-7-8-9 فنكتب 9 كم تلميذ يستخدمون اليد اليمنى؟ الذين يستخدمون اليد اليمنى هؤلاء الطلاب 1-2-3-4-5-6-7-8-9 فنكتب 10 كم تلميذ يستخدم اليسرى وعيونهم بنية؟ يستخدمون اليسرى وعيونهم بنية وحدة فنكتب وحدة أو واحد محمد يستخدم اليد اليسرى وعيناه بنيتان من يتشابه مع محمد في هذه الصفات؟ يشبه ابتسام يشبه ابتسام لديها عيون بنية وتكتب باليسار عندنا هنا من الأطول؟ طبعا نشوف من هو الأطول فنكتب تقريبا مئة وخمسة وسبعين من الأقصر؟ هنا الأقصر فنكتب تقريبا مئة وستة واربعين كم تلميذ في طول مئة وستين؟ كم تلميذ مئة وستين؟ تقريبا ثلاثة فنكتب ثلاثة ما الذي يزيد طوله عن ستين؟ واحد اثنان فنكتب هنا جاسم جميل ريمة فيصل محمود طلال ولمة هذه هي الإجابات في هذه الصفحة هذه الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل للصفحة التي تليها ضعها في هذه المجموعات طبعا عندنا هذه صنف من الحيوانات وهذا صنف آخر من الحيوانات نقوم بفرزها ليس لديها فراء ولديها فراء تعيش في الماء لا لا تعيش في الماء تعيش في الأرض والجو لا تعيش في الأرض فالطالب يصنف هذه الحيوانات حسب المواصفات الموجودة هنا عندنا هنا المراجعة اللغوية أجمع بين أجزاء هذه الكلمات لإنتاج كلمات حول هذه الموضوع عندنا في البداية الهضم تكاثر بالغ الحركة صغر الصغر كل الكائنات الحية تحتاجها البقاء في صحة جيدة بحيث تقوم بمختلف العمليات الحيوية من الحركة والتنفس وإخراج الفضلات والتغذية والتكاثر والنمو والإحساس تكاثر والنمو والإحساس الآن ننتقل إلى هنا أسئلة إضافية للمراجعة في حديقة الحيوان يحتاج الموظفون لتصنيف الكائنات الحية والأشياء غير الحية أرسم خطاً من الكائنات الحية في حديقة أو إلى حديقة الحيوان والأشياء غير الحية إلى غرفة المغزن عندنا هذا يذهب إلى حديقة الحيوان والسلحي فائضاً إلى حديقة الحيوان والتمساح إلى حديقة الحيوان أما البالونة في المغزن الدودة في حديقة الحيوان الساعة في المغزن النصر في حديقة الحيوان الأرنب في حديقة الحيوان أما الشمعة فهي في المغزن الآن ننتقل إلى هنا أكتب أسماء هذه الكائنات الحية في المربع الصحيح عندنا هنا تنتج البذور شجرة الليمون تصنع البيض النصر القطة تلت نبتة تنتج البذور سلحفاء تبيض الماعز يلت والضفدع يبيض هذه هي الإجابات في هذه الصفحة أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة وشكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات